هنقدم لكم النهاردة نموذج أيام تواجد الصليبيين في فلسطين في القدس يعني الخطأ اللي بتقدم النهاردة بتتكلم على بعد سيطرة الصليبيين على عكة ضربوا في عكة العديد من المسكوكات بعضها كان له طابع صليبي صرف ومأصرات أو علامات لاتينية وبعضها كان مشابه للسكة الفاطمية أو الأيوبية مع اختلاف المأصرات والنوع الثالث مطابق تماما للسكة الفاطمية أو الأيوبية يعني إحنا عندنا الحاجة اللي عملوها الصليبيين كانت لها ثلاث خصائص أو ثلاث أشكال بعضها كان له طابع صليبي صرف يعني دي كشكلها فيها طبعا علامة الصليب وفيها ما يوفيد أنها أجنبية ما لانش علاقة بالحاجات العربية والتاني حاجة كان بعضها مشابه للسكة الفاطمية أو الأيوبية مع اختلاف شوية في الرسومات يعني النوع الثالث كان مطابق تماما 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 للفاطمية والأيوبية تماما اللي هنقدمه النهاردة النموذج التاني اللي هو كان لها طابع صليبي ماشي ومشابه مشابه مشابه مش مطابق تماما يعني للسكة الفاطمية أو الأيوبية النموذج اللي بنقدمه النهاردة عليه مأصرات مسيحية هو مشابه للدراها من الأيوبية زي ما قلنا الشكل العام بتاعه لكن فيه رسومات أو مأصرات مسيحية فضلاً عن وجود رمز الصليب في مركز الوجه في الوجه بتاع العملة في النص كده في صليب دراست تلك النوعية من المسكوكات بالحتاج لتأني يعني الإنسان يعني يقراها أو يقرا عنها كتير وأتعمق في فهم السياقات التاريخية التي أنتجتها وجدير بالذكر أن كتابات المؤرخين كلهم وثقت التعاملات التجارية بين الصليبيين والمحيط العربي والإسلامي اللي كان حوالين الصليبيين في هذه الفترة وأشارت عديد من المصادر التاريخية ناس المؤرخين يعني اللي كتبوا لوجود سعر صرف الدنانير في الدراهم الصليبية مقارنة بي الفاطمية والأيوبية يعني المؤرخين كتبين أن كان فيه سعر صرف للدراهم الصليبية بمقارنة بي الدراهم الفاطمية والأيوبية يعني كان موجود وكانوا بيقولوا ده بكام ويعمل كام من الدراهم من الدراهم الصليبية وهو فاصل يكون أيوبي أو فاطمي فطبعا كي احنا فهمنا القطع اللي احنا بنقدمها وتاريخها وانها صليبية لكن وقدة مشابهة للطابع الأيوبي الفاطمي لكن بمأسرات مسيحية فيها علامات زي الصليب وكذا وكذا حاجات مسيحية بنقدم لكم ده وطبعا لو ساعات القطع بيكون موجودة عند حد فبيبقى مش فاهم القطع دي بتاعت ايو بتحكي ايو ليه بالعرب وليه مكتوب فيها بالأجنبي او عليها طابع او فيها لمسة كده تحس انها مسيحية او دي علاقة بالصليبيين فبنقدم النهاردة القطع دي بالذات وطبعا اكيد في قطع اخرى يعني بس القطع دي نحن بنقدمها هي قطع صليبية أيام موجود الصليبيين في بيت المقدس والمكان ده لما فتحوا عكة بدوا اعملوها في عكة يعني لكن في وقتها كان المقصد هو فلسطين وبيت المقدس فدلوا تفرجوا على القطعة واستمتعوا بيها وان شاء الله كل مرة يجي معلومة جديدة او يجي حاجة جديدة بنقدمها السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة